إزاي نتعامل مع كبار السن؟ إزاي نتعامل معهم بطريقة نحتوي بيها عصبيتهم؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة بكل تأكيد في انتظار إجابات حضراتكم وزاي ما كنا بنتكلم في البداية في تغييرات سلوكية بتظهر على الإنسان كلما بيدخل مرحلة عمرية مختلفة وهنا بنتكلم طبعا عن كبار السن هنا بتيجي أسئلة كتير إزاي نتعامل مع كبار السن بشكل نفسي منضبط؟ إزاي مثلا ما نحسسهمش بالتجاهل ولا مبلاء؟ إزاي كمان أتحمل هذه العصبية؟ وإيه السبب في هذه العصبية؟ برضو دي حاجة مهمة أسئلة كتيرها جاوبنا عليها ضفتنا لمن ورانا في الأستوديو الدكتورة شمال أسد استشاري على العلاقات الأسرية والصحة النفسية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير إزايك يا محمد يا أهلا بيك يا فانت من ورانا الحمد لله في البداية هم ليه بتعصبوا؟ لأن احنا الأول خالص تعالى نذاكر حاجة كلنا مش عارفينها لازم نعرف يعني إيه الصحة النفسية لكبار السن بمعنى أن احنا بنتعامل معهم أن هم أكبر مننا لا هيا في الحقيقة مش كده أن كل لما بنكبر في السن بنصغر عشر سنين فبالتالي نفسيا عمريا قدامنا كبار نفسيا هم أصغر وفي حاجة كمان في حاجة اسمها الترباط نفسية سلوكية سابقة بمعنى أن أنا الوقتي وأنا صغير في حاجات عانيت منها في الماضي أو في البيئة اللي تربط فيها فأثرت علي ما طلعتش بقى وأنا في النوت جو والمراقة وإلى آخره طلعت إمتى؟ طلعت لما كبرت بمعنى يعني الوقتي دايما كبار السن عندهم أمراض معروفة اكتئاب ألق الزهايمر وأمراض الضغط وإلى آخره الحاجات دي بتيجي منين؟ إن أنا لو هحكي معاك الوقتي أنت هتتخد الضغط العالي أصلا عبارة عن مشاعر حب وعاطفة غير متعرف عليها بمعنى يعني الأشخاص دي هصل لها جرح في الصغر وما تصلحوش على الطفل الداخلي بمعنى إحنا من 4 ل 8 سنين الطفل بتاعنا بيكون كل المشاكل اللي في العيلة فلما مش بتصالح معاها لما بيكبر بتتحط في المغزن في اللستور بتاعنا فلما بنكبر بنبقى هشين نفسيا تبتدي تطفو بقى فبيحصل إيه؟ اللي بيحصل له ضغط عالي ده عنده مشاكل عاطفية ما تصلحش معاه يعني معالجهاش السكر عدم الشعور بالرغبة والسعادة الروماتيزم الخوف من الحياة ألم الساق خوف من المستقبل يعني وإلى أخيره حضرتك متخيل الكانسر أنا بروح أعمل محاضرات دعم نفسي لمحاربة السراطون الكانسر ده مشاكل عاطفية وقهر نفسي مضغوط جوه النفس البشرية فده اللي أنا عايزة أقوله طبعا ده نعمله حلقة لوحده لأنه موضوع كبير اللي أنا عايزة أقوله إن دي قد إيه؟ حاجات بسيطة إحنا مش عارفين عنها حاجة لكن دي بتأثر على عصبيت كبار السن ليه؟ كبار السن بيبتدوا من ستين سنة لفوق من ستين سنة نقدر نقول إن هما بيبقوا في سن المراقة لو تعالى نشوف كده الأجداد لما بيقودوا مع أحفادهم بيعمل إحنا نقول يا بابا عمل عقلك بعقله هو قريدي فعلا نفسيا قده مش العقل عايز المصصة بتاعته عايز اللي تشوكلت فإحنا في الوقت ده يجب علينا نعمل إيه؟ احتواء المرحلة وإحنا دايما أنا في حلقتي مع الأطفال أقول يلا نتعلم المراحل العمرية للطفل أنا هنا هشوف هي موضوع صعب بس هاخد زي ما أنا شفت التعليقات مع حضرتك في الحلقة أنا باخد السواب هشوف أنا الوقتي والدي أو والدتي بالمناسبة بما أنا أحضرك تابعة التعليقات الناس كلها بتتكلم في خطط مهمة جدا في التعامل مع كبار السن بس هل السؤال بقى هل بنتطبق ده ولا لا؟ لسه كنت هقول لك أنا كنت باتحك وأنا بسمع الكلام حلو جدا لكن لما هاجي حرفيا وأنا الوقتي في الواقع لأن أنا بعمل دعم نفسي لكبار السن في العيادة لما هاجي الوقتي عندي كبير سن يعني هقول محرك حالة هو صاحب مصانع وحد طول الوقتي بيشتغل فجأة حصل له اكتئاب واعتزل ويساب كل شغله للناس هنا إيه اللي حصل هنا هو ثقافة طلع عليها إن الكبير بيتعب وبيبقى مريض نفسيا استسلم لهذه المنطقة فيم تحرك قصدي فاستسلامه لمنطقة إن الإنسان لما بيكبر دوره النيوض وصلوا لحالات اكتئاب شديدة لأن اكتئاب لها ثلاث مستويات فبالتالي بدأ يحس إن أنا ده مش دوري بالعكس أنا كل ما أكبر دوري بيزيد لأن الإنسان أساسه صحة نفسية هي الأمراض بتيجي منين يا أستاذ محمد الأمراض حضرتك بتيجي إن أنا صحتي النفسية لما بتقل منعتي النفسية بتقل فبالتالي الصحة الجسدية بتنهار فعشان كده لما يجي بقى هنا أنا أقول وهم كويسين وتعامل معيهم عشان ده هيرجع لي لما بلاقي في مرحلة صعبة الأولاد عندي بيبقوا في منطقة العصبية فالكلام ده بيتقال بس كده مش بيتنفذ إلا ما رحمة ربي طبعا عشان هنا ضد نظرية التعميم وده لكم تبتكلم فيه إن احنا بالطريقة اللي بنعمل بيها الكبار السن هنتعامل بيه بنفس الطريقة بالزبط عشان كده احنا مطلوب مننا نحن نزرع في أولادنا بطريقة غير مباشرة يعني ما روحش أقول له لما جدك ينادي عليك تسم لأ لما جده ينادي علي لو هو والدي أنا روح أتحرك أشوف جده عايزيه بالزبط هو يتعلم من تصرفاتي من سلوكياتي بالزبط كده هو فعلا لأن دايما نقول أولادنا بيتعلموا مننا دايما نقول هو جايبه مني لأنه هو بالنسبة فيه وقت بيبقى شبه الأسفنجة بيشوفنا وبيعمل زينا فيه كمان حاجة عايزة أتحرك عليها من تفضل اللي هو إمتى الوقت ده من أربع لثمان سنين من سن من هو بيبي لغاية سنتين هو بيمتص كل حاجة بالزبزبات من أول ما بتدي يعيه ويتكلم هو بيركز في كل حاجة لأن كل القدرات موجودة كل حاجة موجودة مركزها بيمتص ويتشبع بالشخصية أنا في عندي جزء كده من ثمان سنين وطالع يعني لسن المراقة أنا بسميه المشخصات دي مرحلة أنا بسميها كده ليه لأن أنا مثلا شفت بابا شفت جده شفت خالته وات إفر مين الشخصية اللي أنا منبهر فيها ببتدي أبقى شبهها فمن هنا بكمل الطريق هرجع تاني الموضوع الكبار السن وأقول لك أن أنا الوقت إبني زي محرك قلت أنا اللي أمت حرك عشان إبني يعمل زي في نقطة كمان أنا أوعي أن ما تشوفش جده أنه هو راجل كبير فأن إنت تبقى متضايق منه شوف أن أنا الوقت لو تصرفت معك التصرف ده هيعجبك لو أنت نديت علي وأنا طنشتك دي حاجة هتزعلك فابتدي دايما أعلمه الأدوار البديلة أن إنت لو تحطت في الموقف ده ده شيء هيسايدك هتحب تبقى طب ونين معلموش أنه كبير في السن ليه ما أقولوش ما تعلموش إيه أنه كبير في السن يعني ليه ما أقولوش لأ هو كده كده شايفه كبير أنا مش عايزتي يتعامل معاه أنه كبير في السن ما يدايقنيش بقى مش دايما الأحفاد بيعملوا كده بس بقى يا جده ما تضغطش علي يعني عايزتي يتعامل معاه بالتعاطف أكتر منه بالعقل كنت بتكلم في بداية الحلقة أنه نحنا واجب أن نسمع لمشورتهم أو ناخد مشورتهم في حاجات كتيرة جدا حتى لو كانت فكرهم في هذا الموضوع مش مناسب لتصرفاتي مثلا أو أنا عندي خطة بديلة وهنفذ خطتي البديلة بس أظهر اهتمامي في نقطة زي دي عجبتني جدا المنطقة دي لأنه أقول لحضرتك حاجة هما لما بيجبروا بيشعروا داخليا أنه إحنا خلاص مش محتاجينهم هما ما لهمش لازمة أرأهم خلاص بقت قديمة فلما حضرتك فعلا بتهتم وتوصلوا من لا رأيك قدي إيه بينفعني وأنا بستفيد منه ده بيعمل لهم حالة من الدعم النفسي وتلاقي كده أنه هو سعيد ومقبل على الحياة أكثر الموضوع بيحتاج صبر برضو دكتور هو محتاج صبر ومحتاج توية يعني إيه ما هو أنا هزبر إمتى الإنسان بيزبر إمتى لما بيبقى متفاهم الموقف لو أنا مش فاهم ببقى انفعالي لأن الحياة برضو خلينا وقعين الحياة رتمها سريع وفيه أعباء فلوى دايماً الكبار بيبقوا محتاجين حد يوغد يسمعهم الوقت ده بقى أنا لازم أنا أجهز له من قبل كده لما بعمل توعية إنه هو مشاعره إيه احتياجاته إيه في الفترة دي بالتالي أنا بعرف أعمل صبر بصبر لأنه ببقى فاهم أنا داخل أعمل إيه طيب إحنا بعزين نفهم مشاعرهم إيه في الفترة دي وإحتياجاتهم إيه تمام هي بتختلف لو عندي هنقسمها لثلاث أقسام لو عندي فئة خارجة قريدي معافة نفسياً من التفولة بمعنى إيه يعني اتعاملت واتعاملت مع لأن كل واحد فينا عنده أخطاء الأخطاء اللي هي في التربية لو تعامل معاه في سن بقى شبابه ونطجه بيبتدي يكمل إيه الحياة عادي جداً ومتفاعل مع سنه ومشامه بالعكس بيقول أنا عندي كذا ويكمل الإخ الفئة التانية دول دايماً لقيهم مثلاً يقولك الحياة بتبدأ بعد الستين دايماً متفائل وبيخرج وبينزل لأنه هو بيبقى رافض إنه يستسلم للعمر بتاعه دايماً أقول إحنا كل حاجة في حياتنا كريدت فأنا كل ما هحافظ على الكريدت بتاعي كل ما هكبر هيبقى عندي رسيد أكمل به تمام؟ لأن اللي مش بيحافظ عليه سواء بقى في العصبية والأمراض قريدي هو بيبقى خارج من المرحلة منهك هيروح للشيخوخة خلاص بقى كل سنة وانت طيب طيب الفئة التانية اللي هي ما تصلحتش بيبقى تلاقي يبقى يقولك إيه الراجل ده كبر ولا بيشرطة أحمر ده بيسبق شعره معاش سن المراقة فدايماً إحنا عندنا كده سندق هتتعاش هتتعيش عشان كده دايماً أقول إحنا لازم نتصالح على المرحلة اللي إحنا معاشناهيش قبل ما نوصل للعمر ده ليه؟ إحنا نقول فيه حد يعمل كده إحنا مش متفهمين هو نفسه مش فاهم هو ليه بيعمل كده فيه مرحلة وقعت منه غصب عنه عايز يعيشها هنا بقى بيحصل الكوارث الخيانات والطلاء وإن أنا بتيدي حس إن بابا القدوة إنهار قدامي تمام؟ الفئة التالتة دي بقى قبل ما نروح للفئة التالتة لازم نركز بقى في الفئة التانية شوية نحن لازم نخلي كل مرحلة متطلبات كل مرحلة نعملها يعني هنا الفئة دي أنا مش هنتقده لأن حضرتك يعني أنا هقول لكده المشاهدين أنا الوقت لو عطشان مش بيبقى أول ما بلاقي مية بشرب بشرب لو أنا ببتدي أدي له المية ويشرب بالراحة خلاص أنا لما هتفهم إن هنا في موقف حصل مش مظبوط وابتدي أبين له إن ده عادي خالص وامشي معاه هو يحس إن ده أمر طبيعي هيرجع تاني لطبيعته وبرضه عشان ما حدش يزعل مني ويقول لي انتي كلمت يا راجل برضو لا أنا محايدة برضو في عندنا سيدات بتيجي تبقى عايزة تحب الولادة اللي في السن الصغير قلوه يا ستة دي تجننت لا أين ما تجننتش هي ما عاشتش تفوق مراهقتها فبتدي حسسها إنه عادي عادي يعني يا دكتور أسيبها لا هتعامل معها عادي لغاية ما تحس إن الموضوع مش بالأهمية ده لأنه هم حضرتك الأطفال لما بتشدوا منهم حاجة بشدوها منك صحيح لو سيبته لهم خلاص إحنا هنتعامل نفسيا هو موضوع مرهق شكرا بقول عايز توعية وصبر في التعامل تمام دي الحالة التانية أو النوع تاني دي الفئة التانية الفئة التالتة بقى اللي هي أنا دايما نقول الوسط البين الناس اللي هم اتصلحوا وطلعين بشوية حاجات فبيحصل لهم إيه اللي أنا كنت بحكي الوقت عليهم اللي هم أمراض السايكوسوماتيك إيه السايكوسوماتيك هي الأمراض النفس الجسدية هم اتصلحوا بشوية حاجات بس لسه عندهم مشاعر مجبوطة لسه عندهم مواقف متخزنة فبالتالي بيبتدي يطلع لهم بقى إيه السكر البرستاتة عند الرجالة دي بتبقى استسلام للشيخوخة الكنسر في الرحم عند المرأة ده بيبقى إن هي حاست إن هي كبرت مش عارفة تعمل عطاء زي ما قلت ألام الرجبة دي بيبقى جرح في الكبرياء حصل له مشاكل فحاست إن حد جرح كبرياءه يبتدي هنا هو مش عارف هو عيش فين إحنا طبعا الرئة تخيل إن الرئة والتهابات الرئة دي كلها مشاكل عطفية لا بسرعة مش متخيل أنا بقى أقر من ده الأمانة أنا مش مختص الأذن ألام الأذن بيبقى أوقات كثير بنسمع حاجات إحنا مش متقبلينها ولا عايزين نسمع النصيحة وحاجات كثير أذتنا فبالتالي الأذن بتاعتني حصل لها مشاكل والتهابات القلب القلب بيبقى عندي مشاكل أنا مش عارف أمر بيها فمن الضغط النفسي عضلة القلب بيحصل لها مشاكل بقى بأنواعها إحنا طبعا بنبقى مش فاهمين ده يعني أنا اللي عايز أقوله مع حضرك في الحلقة إن أنا لو حصل أو عملت التوعية وتفهمت المشاكل النفسية أنا ممكن أخرج قريدي من المشاكل العضوية فيبتدي منقول دي مرحلة الهارم أو تقدم العمر أبتدي أطلع به لأنه أنا عايزة بقى الفئة الأولى إنه ده مستقبل جديد أهمله طيب ده عظيم جدا حضرك كلمتي عن الرجل والمرأة مين أكتر حد فيهم بيتأثر بمشاكل أو بأمراض كبار السن الرجل لأن المرأة بتتقاس هي السيطة كده كده متعودة إن البيت يعني فيه سيستم رباني سبحان الله بالفترة كده معمول إن هي لها أوقات وبتبقى مستعدة لكن الرجل بالذات القائد بالذات الرجل المسيطر بالذات الرجل اللي بيحب كلمته وتبقى مسموعة الكبير الشخصيات دي لما يحس إنه كبر وما بقيتش كلمته مسموعة وما بقيتش قائد ما بقيتش حد بيأخد رأيه فده طبعا بيأثر على نفسي المشكلة كبيرة بزبط ما نعش كلمة بقولك فيه أنماط شخصية اللي هو المسيطر النرجسي اللي هو كبير العيلة الكريم قوي ولو ظروفه الاقتصادية تأثرت دي بتبقى كارسة بقى لأن دايما بيبقى فيه اهتياد إنه الرأي رأي الناس بتيجي تسمعني فبتلاقي إن الأدوار تبدلت ابنه طبعا بيأناس كبتسمعوا عشان هو كريم لا أنا بتكلم دواحة 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 لا كبير العيلة المشورة دايما بتروح له فلما بيبقى فيه أدوار الحياة بقى بتتغير فيه حد تاني خد مكانه بيبتدي بقى يشعر بالهزيمة دور الحد التاني إيه بقى دور الحد تاني خد مكانه وليكن ابنه بالزبط لما كبر شوية مثلا بقى عنده هنقول 40-50 سنة فبقت هي كلمته هي المسموعة دوره هو إيه دوره أنه دايما يحطه في الصورة وأن أنا مش هعمل أي حاجة لمحاضرتك تقولي كده بالزبط لأن أنا أساسا متعلم منك هو مش هيبقى مقتنع بس المهم أن أنا عملاله دعم نفسي وأنه يحطه في مكانه وهو يبقى دايما حطت نفسه يعني الأسستنت بتاعه حتى لو هيقول غير أراءه لأن طبعا الحياة بتتغير يتوجها من بره بأراءه بصوف الآخر هيعمل الصح طيب عظيم جدا بالوقتي في بعض الناس ممكن يسيب والده أو والدته ما يسألش فيهم أو ما يسألش عنهم ممكن يكونوا عايشين معايا في نفس البيت بالمناسبة وما يسألش عنهم تأثير الوحدة اللي بيعيش فيها الكبير في السن أو اللي عنده أمراض شيخوخ تأثيره عليه إيه نفسي طب ممكن أقسمها لك الأول قسمين هقولك الأول الناس اللي بتسيب الناس اللي بتسيبهم لوحدهم بيبقوا تعنفوا فبينتقموا هما مش عارفين الناس التانية بتبقى مدللة فبيبقوا أنانيين ما تعودوش يده فبياخدوا فبيسيبوهم تأثيرهم بقى أنا بس بعرفك ليه بيسيبوهم تأثيرهم طبعا تأثير كارثي أولا أنا مليش لازمة أنا ضحيته ما خدتش تقدير أنا إنسان مهمش أنا ممكن أموت لوحدي وسيناريهات بقى كتيرة جدا أصارها النفسي بييجي كامسر بييجي اكتئاب بييجي توحد أمراض قلب طبعا رئة كل لأن زي ما قلت حريقة الضغط والقلب والرئة كل دي لها علاقة بالعاطفة الزهايمر عشان يرفض الواقع أنه هو فيه هو رفضه أنا مش عايز أتأكد أن ده اللي بيحصل لي أنا الوقت بعد كل اللي عملته طيب فيه ناس بيقولوا أن المسن عنيد هل هو فعلا عنيد؟ هو المسن عنيد هارجع تاني لأول ما تكلمنا المسن عنيد مش بطبعه لو حس أنك هتستقل بيه فهياند عشان يقولك شفني أنا موجود شفت الطفل لما تيجي تقوله أنا أنت ما تعملش كذا فيبتدي يبقى عامل حركات مشاغبة عشان يقولك شفني هو بالضبط كده طيب ده عظيم جدا دلوقتي أنا عايز من حضراتك بقى إيه رسائل مباشرة كده تمام لأفراد الأسرة ولكبار السن تمام دي الكاميرا بتاعتي تفضلي تمام لأفراد الأسرة الأول إحنا محتاجين نعمل توعية عن الصحة النفسية ابتداء من سن الستين ونفهم نفسنا ونفهم ولادنا يعني إيه إحنا لما بنكبر لأن إحنا كمان رايحين لنفس المنطقة قاعدة جدا يعني إيه إحنا لما هنكبر بننزل في السن ونبتدي نشوف مراحلنا اللي إحنا معيشناهاش وسواء طفولة أو مراهقة أو نتجي إلى آخر وابتدي أتصالح معيها عشان لما أكبر ما تعبش ده بالنسبة لأفراد الأسرة سريعا طب بالنسبة لكبار السن خلينا أن إحنا نتعاون ونتصالح مع كل مرحلة مش معنى أن أنا كبرت يبقى أنا مليش لازمة وإني مهمش وإني بركة وعلى فكرة كلمة بركة دي هما بيضايقوا منها جدا لأن هما بياخدوها أن أنت بركة يعني ما لكش لازمة أنت موجود كده يبس عشان لا خالص بركة البيت ده بالفعل أي حد كان جده موجود أنا جدتي لما توفت حسنين من البركة قلت من البيت يعني فعلا في وجودها يمكن برضو ما بنحسش قوي هما موجودين عشان يمكن الفترة اللي فاتت بأصل أنت بركة فإحنا عايزين نصحي معنى بركة يعني أنت الخير بتاعنا وأن أنت المشورة بتاعتنا مش بتاع الأسرة بس بالمناسبة بتاع المنطقة كلها بتاع الشارع كله في الأماكن الشعبية دايما كده تلاقي الرجل كبير في السن ليه احترامه وليه وقاره والناس كلها بتقوله يا جده بالزبط دي حقيقة كل فإحنا بنشكركم جدا أن أنتوا تعبتم معانا ودتونا على قد ما تقدروا وده واجب علينا الوقت أن احنا نستحملكو ونصبر عليكم لأن اللي احنا فعلا زي ما المشاهدين قالوا معاك أن إحنا اللي هنعمله الوقتي هو راجع راجع فدايما نقول إحكتنك داخل السوبر ماركت خش شتري شتري وحاسب أنت وشطرتك اللي هتعمله بالخير هتلاقيه إن شاء الله في كبرك أنت كمان فكل واحد بقى والشيلة بتاعته صحيح ومش لازم بالمناسبة يكونوا كبار السن من أسرتي بالزبط لأن ممكن حاجب تقابل مثلا خالة مدير في الشغل حد حريك في الشغل هتلاقيه فهو بس مضطر أنه هو يشتغل عشان يدخل لازم يبقى إحنا رحمين بي مش بقى بتشتغل فانت كبير فإحنا نجرح مشاعرك لأن المشاعر إحنا قريدي ربنا خلقنا بالفترة كائنات عطفية مشاعرها اللي بتحركها فإحنا لازم نلتمس ده كل ما الإنسان بيهرم في السن إن حتى بيقولك الهرم هرم يعني كبر طيب نصيحة حضرتك بقى لكبار السن إن هما ما يستسلموش لشيخو لا طبعا لأن أنا عايزة أقول دايما السن مش بالعمر مش بالفي البطاقة إنت حاسس عندك كم سنة إنت لو حاسس إن أنت حسب سنك عيش إيه المشكلة إنك تروح تقعد في النادي فيه أعداد كده بيبقى نقعد مع بعض يلعب وطولة وشطرنج إيه المشكلة إن أنت تشوفي أعداد سيدات المجتمع وتتناقشوا إيه لننزل دار أساعد أولاد أحفظ قرآن أدي محاضرات دعم نفسي يبقى عندي حياة رسول الله عليه السلام قال لغاية آخر نفس لو في إيدي فسيلة هزرعها يعني عادي يعني بلاش أعمل ثقافة إن كبرت فأنا خلاص بالعكس أنا كلما بقول لنفسي كده صحيتي النفسية لما بتقل باستدعي الأمراض يعني بقول لحرك الضغط اللي عنده ضغط واطي ده بيبقى عنده هزيمة واكتئاب فأنا باستدعي المرض لا أنا أرفض اللي بيحصل وأنطلق حتى لو ما عندوش اللي دي مثلا زي ما حدك قلت مثلا إنه ممكن يحفظ قرآن هاته خليناه مش حفظ قرآن ممكن يروح النادي أو سيدات الأعمال مفيش ما تيسرش ده ينزل يخرج بالضبط ينزل يتماشى في الشارع أشوف أحفادي أخرج معهم أشوف مثلا أولادي مش فاضين بيشتغلوا أشوف أصدقائي أزني الوقت السوشيال ميديا مش سايبة أتعرف على ناس في نفس المرحلة عشان نبقى متفاهمين بعض في مجالات كتير حضرتك بتبقى محتاجة الوقت القبرة والقدوة مثلا مجالي أنا كان معالوغات يدي كورسات اليوتيوب يعمل تشانل يعني إحنا بنشوف حاجات كتير جدا عظيم إحنا بنشكر حضرك طبعا شربتنا وغطينا وعلى إضافاتك لهذا الموضوع المهم جدا وليس يهم كل بيت لأنه بكل تأكيد بنتعمل مع كبار السن سواء موجودين عندنا في البيت أو حتى زي ما قلنا في المنطقة أو حتى من قرائبنا فدي حاجة مهمة وأعتقد زي ما حدك تباتي تعليقات الناس المهم أن الناس يكون عندها وعي بهذا الأمر والأهم أننا ننفذ اللي احنا بنقوله حقيقة شكرا جزيلا لك أفنب شرفتنا ونورتينا دكتورة شمال أسد استشاري للعلاقات الأسرية والصحة النفسية ألف شكر لك شكرا لك